يسين الحافي يحكينا على خليفة نصر الله حسن نصر الله اللي استشهد في الشهر اللي فات من هو خليفة حسن نصر الله يسين؟ هو الخبر رضي الحقيقة وليد ما كانش معناه موفيش أنسكول كانت تستنى للخبر رضي دونك عينة جامعة حزب الله اللبنانية اليوم ثلاث نعيم قاسم أمين عام جديد لها خلفا لحسن نصر الله وقال الحزب في بيان عملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام توافق شورى حزب الله على انتخاب سميحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله وحسب المعلومات المتوفرة صار انتخاب نعيم قاسم قبل يومين مش اليوم وتم الاعلان عليه اليوم الانتخابات هذية وليد خلينا نقول فيها صار فيها تنافس شوية وان كان ابراهيم أمين السيد اللي هو رئيس شورى السياسي لحزب الله كان زيد احد المرشحين اللي قويين وكان معناه حتى فما شكون في وسط الحزب يدفع للسيد هذية انه هو يكون خليفة حسن نصر الله بحكم معناه ابراهيم أمين السيد يحكي وعنده الكاريز ممتع حسن نصر الله رغم انه كنقرأ مثل الكومنتير اللي يتكتب وحتى حد ما نجم يعاوض حسن نصر الله في البلاغة ممتعه وخاصة في الخطابات ممتعه وفي الكاريز ممتعه كان هذية السيدة ذي كان احد المرشحين لكن الكواريز زيدة تقول انه ايران هي اللي دعمت انتخاب نعيم قاسم خاطر ابراهيم يعرف في الاوساط بشدة مواقفه وخاصة رأيه الاحادي وكان معناها فما مشكلة صغيرة على نعيم قاسم خاطر معناه الامين العام لازم يخرج ويدلي بخطابات رغم انه نعيم قاسم اخرج اكثر من مرة تويكة من استشهاد حسن نصر الله وادلة بخطابات لكن الكاريز ممتعه وما كانتش موجودة خاصة تويكة في الظرف هذية بحجم حسن نصر الله كان هذية مشكلة صغيرة لكن بعدك صار التوافق وبدعم ايراني نعرفه معناها ايران وحزب الله الكلمة اللي بشتقولها ايران في الاخر هي اللي بشتيل بدعم ايراني نعيم قاسم اصبح امينا عاما جديدا خلفا لحسن نصر الله شنو نعرف عليه الامين العام الجديد لحزب الله تولد نعيم قاسم عام ثلاثة وخمسين في منطقة البسطة تحتها في بيروت وتعود اصول العائلة في الكافر كليه في جنوب لبنين اللي عندها اغلبية شعالية وهو متزوج ابوه لستة اطفال ظهر قاسم اللي عمره طوى واحدة وسبعين عام في ثلاثة خطابات متلبزة منذ مقتل حسن نصر الله اخلها نهار 15 اكتوبر واكد وقتها انه الحل هو وقت اطلاق النار لكن شد تزد على انه الحزب ماضي في معركته وانه اسرائيل بشتهزم هو شخصية مخضرة ما خلينا نقوله في حزب الله شغل المنصب نائب امين عام عام 91 وكان احد مؤسسي الحزب في عام 82 بدأ نشاطه السياسي هو من عام 91 الى يومنا هذا معناها هو نائب الامين العام كيف بدأ نشاطه السياسي في حركة امل الشيعية اللي بعدك خرجت منها حزب الله اللي تأست عام 74 وخرج منها عام 79 في اعقاب الثورة الاسلامية الايرانية اللي شكلت الفكر السياسي للعديد من ناشطين الشيعيين اللبنينيين اللي في الوقت هذيك شارك في اجتماعات اللي قدت لتشكيل حزب الله اللي أسس الحرس الثوري عام 82 هذو معلومات مجملة على حزب الله زادة كان شوية بعيدة على الملفات العسكرية وينتولى قاسم مهم ادارة الملف الحكومي في لبنين من خلال متابعة عمل الوزراء والنواب اضافة الى ملف البلديات والنقابات اللي شكله قوة حزب الله في المؤسسات الرسمية وكان منسق عام لحملات حزب الله الانتخابية البرلمانية من اول عام 92 الى يوم نهيدا كيف كيف نلقبه اخدم لفترة طويلة احد المتحدثين البرزين باسم حزب الله واجر العديد من المقابلات مع وسائل الاعلام الاجنبية هذي كيف كيف معناها المشكل الصغير ده اللي صار طرحه في عملية التصويت انه السيد هذي خلينا نقوله معناها اكثر وجوده اكثر مع الحكومة وجوده اكثر ايداري اكثر من انه وجوده العسكري لكن الاخبار تقول انه جوز بش تيقف الحرب بش تتعاوى تتصير انتخابات مرة اخرى ومجلس الشورى بش انتخف كلك السواء نعيم قاصب مرة اخرى وإلا انتخاب رأي عفوا انتخاب امين عام جديد لحزب الله اذا في علاقة بخليفة حسن نصر الله نحكي وكذلك على زيارة اثارة جدل كبير زيارة ايمانويل ماكرون للمملكة المغربية هو ايمانويل ماكرون عنده مدة كبيرة توي كويني تذكر اسم ايمانويل ماكرون اما فيما جدل وإلا فيما مشكلة كالكوباغ دونك وصل للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثنين للمملكة المغربية في زيارة رسمية تستمر لثلاثة ايام هي زيارة البارح البارح سامحني الزيارة الرسمية تستمر لثلاثة ايامات هي زيارة الدولة تهدف الى تعزيز العلاقات بين باريز والريبات وخاصة معناها بعد فترة من الانقطاع خالي نقوله في العلاقات الدبلوماسية بين الزوز بولدين وخاليني نفكر وليد انه جد زيارة ماكرون للريبات بعد تشنج معناها أكثر معناها تشنج هذه ظهر الحدم تيها في الثلاثة سنوات الاخيرة بعد توجيه سلطات الفرنسية اتهامات للمغرب التجسس على الرئيس الفرنسي ووزراءه من خلال معناها وقته قالوا فما معلومات تقول انه صار اختراق للهاتف متع ايمانويل ماكرون وخاصة بتطبيقة اسرائيلية اسرائيل هي اللي عملت التطبيقة هذية وصار تجسس على ايمانويل ماكرون ففرنسا خذت موقف وخفضت التأشيرات الممنوحة للمغاربة وانهيء السفير المغربي يعني المغرب انهيت المهم تاع السفير في باريس دون تعيين خلفا ليه ثم رفض المغرب تلقي مساعدات من عدد الدول في الزلزل اللي صار من بينها فرنسا واستقبل نرجع للخبرة متاعنا استقبل الملك محمد السيدس في الريبات ماكرون بعد القطيعة هذية وين صارت مبيحثات ثون أيام على العاهل المغربي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش كما ألقى الرئيس ماكرون كلمة أمام البرلمان المغربي هي اللي أثارت الجدل في علاقة بالزيارة هذية نلقاه مجال التعاون الاستراتيجي خلال زيارة هذية صار توقيع 22 اتفاقية مهمش شوية وليد استثمارية بقيمة 10 مليار أورو تشمل قطعة السكاك الحديدية الطاقة الهيدروجين الأخضر صناعة الطائرات وركز محمد السيدس والرئيس ماكرون على عدة مجالات استراتيجية أخرى من بينها الأمن الصحي انتاج اللقاحات البنية التحتية الذكاء الاستناعي الأمن والدفاع كان ملف هم وهم جدا بالإضافة إلى التعاون في مجل الرياضة واستعداد حفوة لتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب خلينا نقوله الشيء اللي بشيزيد يعزز التعاون الاقتصادي بنزوز بلدين توا نحكيو على شنية Emmanuel Macron قال قدام البرلمان الفرنسي لكن قبل هذي خلينا نسمع تصريح إنه خلينا في المعروس رفسكو على حدث بالوجد وما يحنا أكمل النقاط هذه الصحيحة هي التي نضعها في عمل شبك للمنزوز في المنزوز الإنسانًا وأصحاً هناك هذه الصحيحة إنه نستهيح للقناس ومنجه أخرج بلو أن نردي د filmedقنا مع مع نفسنا كما جنسى الذين يريدون في مقدم في دون نحن في مدفاه مع المعروفات المغربية ومعروفات المغربية ويقولون أيضا هنا أيضاً لكي تدعونا ورؤية أجل نظارات ومعركز ينسى الديونات المغربية في الناس المغربية ومعروفات المغربية على المستوى المغربية هذا القطع من المجموعة الرئيسي المفرنسي أمانوال مكرم قدام البرلمان المغربي الزيارة في حد ذاتها كما قلنا جي بعد نوع من الفتور الدبلوماسي ما بين المغرب وفرنسا ولكن الزيارة هذه من أهم وأكثر القضايا اللي جي في قلب الزيارة هذه هي قضية السحراء بالضبط دونك شدد الرئيس مكرون موقف بلاده الديعم لسيادة المغرب على السحراء وين قال أنه حاضر ومستقبل المنطقة هذه يندرجه في إطار السيادة المغربية هذا الموقف لكنه يفتح تساؤلات كبيرة حول التداعيات المحتملة على العلاقات الفرنسية والجزائرية خاصة أن الجزائر عندها مدة كبيرة تقول راني أنا بخصوص ملف الصحراء هذي راني لا جدل فيه وحتى كانت جبدة سحبة السفير متاحة من باريس بعض تصريحات مماثلة لإيمانويل مكرون لكن تصريح هذا خلينا نقوله تصريح رسمي في برلمان مغربي فنظن هي الجزائر ما زالت ما خرجت حتى موقف لحد اللحظة لكن نظن أنه معناها في الساعات القادمة الجزائر باش تخرج موقف باش يكون كيف كيف موقف قوي برشا بخصوص الموضوع هذي خالينا نقوله إذا ده فهمة شبه أزمة ديبلوماسية بين تونس والمغرب عقب استخبال الرئيس التونسي قيس السعيد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي هو نفس إبراهيم غالي إبراهيم غالي في مطار رئيس البوليساريو بالضبط وقتها صارت في قمة توكيو للتنمية في أفريقيا تيكاد إيت وصار وقتها كيف كيف تبادل استدعاءة سفرها وستدعى المغرب سفير ولد الجمهورية التونسية حسن طارق وأعلن مقاطعة القمة هذه التي تحتضنها تونس وقتها كيف كيف المغرب كانت مستدعية وخرجت الوصالة المغربية باليخ قالت فيه أنه عمل تونس على مضاعفة المواقف والأفعال السلبية المستهدفة للمملكة المغربية ومصالحها العليا بعدها تجيوب الخارجية التونسية هذه صار عام 2022 عن استغرابها الشديد مما ورد في بيان المملكة المغربية من تحامل غير مقبول على الجمهورية التونسية ومغالطات بشأن مشاركة وفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ندوة توكيو الدولية للتنمية في أفريقيا وقالت تونس أنها حافظت على حيادها التام في قضية الصحراء الغربية التزامها بالشرعية الدولية وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرضي الجميع نرقاو أنه في ملف الصحراء المغرب عندها الموقف متاحة وخاصة الجزائر عندها الموقف متاحة وفرنسا اليوم ما ظهالي أختارت الطرف متاح جزء في خبر ورد الآن مراجعة الدستور القطري من طرف أمير قطر بالضبط في خبر عاجر أمير قطر عالن دعوة لأي إنسان أي قطري عنده يحمل الجنسية القطرية وسنه فوق ثمونتاشن سنة أنه بشيصير استفتاء يصوت على الاستفتاء هذية بشيصير تعديل للدستور القطري في النقطة الأخيرة جنوب أفريقيا تقدم حجاج إضافية حول الإبادة إلى المحكمة الدولية محكمة العدل الدولية في 15 ثانية ياسين بالضبط قالت وزيرة الخارجية جنوب أفريقيا أنه بلادها بش تقدم مذكرة لتضمن اتهامات لإسرائيل بالإبادة الجامعية المحكمة العدل الدولية ضمن جولات سيفقة تتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة بحكم أنه المحكمة العدل الدولية أعطات ديدلاين لجنوب أفريقيا أنه تقدم مؤيدات على الدعوة متاحة فجنوب أفريقيا اليوم تأكد أنها عندها المؤيدات هذه وبش تقدمها للمحكمة شكرا لك ياسين الحافي شكرا سيري نحتيت في الإخراج محمد الأحمر وتقوى المديوني في الديجيتال زينب الباستي تغيب علينا اليوم سوفيان بنحميدة يرجع معنا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت كذلك تتغيب علينا هيجر بوجمعة ولي نتواجه لها بتبعها ببرشة عبارات متاع محبة وبرشة تضامن وإن شاء الله ترجع معنا هي بيدها أقوى مما كانت وليد برحومة نحييكم إن شاء الله غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت في لامان وبي باي